السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا فيديو جديد تشكيلة جديدة كانت منتنا الإعجاب ديلكم من ملابس تركيا ملابس شتوية للمحجبات وكذلك لغير المحجبات هذا الفيديو هذا خصيصا بالنسبة للناس اللي كيبغيوا هيدا تنوع بالنسبة للملابس كين فساتين كذلك بالنسبة لمضيلة جداد كيف ما كتشوفوا هنا في هذا الفيديو هذا وكين كذلك فساتين المناسبات وكين تنصيقات شتوية وفيديو كما قلت لكم تشكيلة متنوعة كانت منتنا الإعجاب ديلكم بنسبة لبنات كين هاد مضيلة هادو بنسبة لنصوم البن الفساتين والفقاني ديالون كتجعله شكل عباية دو بياز كين هاد اللون قرونة وكين كذلك هاد الزيتي وكين فيهم كذلك اللون الموف ولا البنفسجي الغامق كيجيو على هاد الشكل هادا كين هاد بلومارين كذلك وكين هاد تشكيلة هادي بالنسبة لنسبة 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 لخشو تندانس كين هاد الموضيل هادا كيف ما كتشوفو كيجي مجموع هادو للمناسبة عفوا هادو للمحجبات وكذلك لغير المحجبات حيث كيجيو شوية قصارين هادو البنات يمكن لكم انكم تنسقوا معاهم معاطف شاتوية اللي كيجيو طوالين كيجيو مزيونين في اللبسة كين هاد الوينات اللي كتشوفو معايا في الفيديو في هاد اللون الاسود للي كيجيو مختلفين بنسبة لون وكين هاد الفراشات هادو او هاد العباية هادو للمناسبات في هاد الالوان لكتشوفو معايا كيجيو راقين في اللبسة كيف ما كتشوفو في الفيديو شي حاجة انيقة بزاف للمناسبات كيف ما كتشوفو اللون الاسود كيجي شيك في اللبسة وشي حاجة انيقة في نفس الوقت بالنسبة للبنات اللي كيبغيوا هيدا شي حاجة تكون مستورة كين هاد الموضي لهذا كذلك كيف ما كتشوفو كين كذلك هاد الموضي لهذا فيه اللون الاسود كيجي على هاد الشكل هادا كيجي مزيون في اللبسة وكين كذلك تشكيله جديدة بالنسبة للفساتين الخروج بالنسبة المحجبات كيجيو طوالين ومستورين كين هاد الموضي لهذا اللي كتشوفو معايا كيجي بالحزام وكين كذلك هاد صلوب بيت بالنسبة للمحجبات وكذلك لغير المحجبات كيجيو طوالين فيهم هاد اللوينات هادو اللي كتشوفو معايا ديال جين كين الاسود كذلك يمكن لكم انكم تنسقوهم مع المعاطف شتوية كيجيو قصارين تهما كيجيو مزيون في اللبسة وكيجيو مواتين مع هاد النوعية ديال لي صلوب بيت وكين كذلك هاد الموضي لهذا بالنسبة للمعاطف ديال جين تهما الوينات متنوعين فيهم هاد الشيبي وفيهم الازرق وكذلك بلومارين والاسود كيف ما كتشوفو معايا هادو كيجيو كاجوال كين كذلك هاد الموضي لهذا بالنسبة لتشكيلة ديال فساتين الخروج كين هاد الموضي لهذا كيجيو واسع كيجيو بالاحزام وكين هاد الموضي لهذا كذلك بنسبة لفساتين ديال خروج هادو الخرجات اليومية كيجيو مستورين وفي نفس الوقت مريحين في اللبسة وفيهم هاد الموضي لكذلك فيهم تشكيلة متنوعة لا بالنسبة لالوان ولا بالنسبة لأنواع ديال التوب ولا بالنسبة لفصالة كين هاد الأورنج وكين هاد الموضي لهذا كيف ما كتشوفو العنسومبل كيجيو مزيونين في اللبسة بالنسبة للمحجبات حيث كيجيو طوالين وكيجيو كذلك سراول ديالو مستورين كيجيو واسعين أنتما كيف ما كتشوفو موضي الكامل يعني كيجي مستور وكيجي مزيون في اللبسة شي حاجة آنيقة كيف ما كيبن لكم في الفيديو وفيهم هاد الوينات اللي كتشوفو معايا الوينات للطندونس هاد الموسم هاد بالنسبة لفصل الشتاء كين كذلك هاد الموضي لهذا بالنسبة لفساتين محجبات الوينات كيف ما كتشوفو الوينات طندونس وكين هاد الاصفر فيهم الوان البيج ومعون الاصفر إنما الاصفر يعني غلاب على الوينات اخرين وكين هاد الموضي لهذا تهوى للمحجبات ماذا كيجي على شكل شوميس طويل وصرول ديالو وكين كذلك هاد الموضي لهذا تهوى يعني تصميم جديد فصلة ديالو جديدة مختلف على اللي شوفنا قبل فيهم الوان فيهم هاد الاخضر وفيهم هاد اللون هاد اللي كتشوفو معايا ماذا كيجي بالحزام وكين كذلك هاد الموضيل تهوى الفصلة ديالو افصلة اه جديدة يعني مختلفة على اللي شوفنا قبل وكين هاد الموضيل هاد اللي معروف بالنسبة للفصلة ديالو كدشي آنيقة وكيجي بالحزام كيجي بالضيفات على الستر كيف ما كتشوفو الكمام كيجي مجبوعين كفيهم هاد الموضي لهذا بالنسبة للتوب في الالوان وكين هاد الموضيل كيجي بالتكريش على الدورة ديال النوس كيف ما كتشوفو كيجي بطبيلات كيجي بطوالين كين كذلك هاد نوعية ديال المعاطف الشتوية هاد الزيتي في الالوان كذلك كيجي بالحزام كيجي طويل على هاد الشكل هاد كيف ما كتشوفو كيجي مستور كين هاد الموضيل هادو كذلك بالنسبة للانسوم للمحجبات هادو المناسبات فيهم لزيسترس او لفيهم ديك جوهر على الطور ديال كون ولا واحد ديجي هاد يالستر كيف ما كتشوفو معي وكين هاد الموضيل هادو بالنسبة للتنسيقات شتوية للمحجبات الفستان كيجي بالحزام عفوان كيف ما كتشوفو الفوق هاني كيجي واسع ومستور فيهم يعني موضيلات طوالين وفيهم موضيلات قصارين بحل هاد الشكل هادا هاد الموضيل كيجي شوية قصير فيهم كذلك الاسود موهم البنات هاد الموضيلات هادو وانكونو وصلنا لاخر الفيديو وكنتمنين الاعجاب ديالكم ولي ما زال ما اشتركت في القناة وعجبو هاد النوعية ديال الفيديوهات اللي كان قتارح عليكم ما عليكم غير تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس جرس الكل باش توصلوا بكل الفيديوهات اللي كان قتارح عليكم في القناة وبالنسبة البنات اللي اشتركين معنا يعني كانوا معنا من قبل كنشكركم على التعاليق ديالكم وكنشكركم كذلك على اللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم دائما شكرا لكم بزافة البنات مع السلامة انت لقوا في فيديو جديد ان شاء الله واكيد موضيلات جداد فيما يخص موضة محجبات بصفة عامة مع السلامة شكرا لكم